قال مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة إنه تم رصد أكثر من 250 طفلا تبدو عليهم علامات سوء التغذية وحضر مدير مستشفى كمال عدوان من كارثة صحية مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستحصد مزيدا من الضحايا ووجه مدير المستشفى مطالبة للعالم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات اغتيال الأطباء والكشف عن مصير الكوادر الطبية المحتجزة لدى قوة الاحتلال ترجمة نانسي قنقر